استاذ سيد من القاهرة يتفضل نعمة وفضل الحمد لله ازايك حاجة زي فضل ونعمة الحمد لله وحبك في الله وانا كمان والله يا حبيب قلبك الله يخليه كنت عايز اتسأل سؤال كده كده بفضل اخوانينا في غزة دول ليهم حق علينا ولا ولا ومش ليهم حق علينا واقولك حقهم علينا ايه دلوقتي حال بص يا سيدي حق اخوانينا في غزة ان احنا نساعدهم المسلم واخو المسلم لا يسلمه ولا يخزله ومن نصرتهم ان احنا نرفع عنهم ما هم فيه من رفعنا ما هم فيه كل اللي بيتعمل الان على ارض الواقع في بلدنا هو دوة اللي احنا نستطيع ان احنا نقدمه ان احنا نساعدهم بان احنا نرسل الى المعونات ان احنا كمان نساعدهم في كل ما يتعلق بالاشياء الطبية اللي بتحصل لهم ان احنا نساعدهم في كل ما يتعلق بالحفاظ على موهجهم كل دوت احنا بنعمله ان احنا نسعى ان ده ما يتكررش على كل الاطراف نسعى ان نحافظ عليهم ونبعد عليهم ان احنا نتماسك لان احنا خط الدفاع الاول ليهم لان تماسك هذه البلد تماسك مصر ده من اهم معاني انا اقولكم حاجة تماسك مصر وحفاظ مصر على قوتها احد اهم خطوط حماية بيت المقدس اعيد الكلام مرة تانية تماسك مصر واعلى الله سبحانه وتعالى جعل البشرة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل مصر هذا لحماية المقدسات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتخذوا منهم جندا كثيفة ليه يا رسول الله لانهم في رباط والناس اللي بيرابطوا عند البيت المقدس اسمه ايه بيرابطوا يبقى المصريين بتماسكهم هم مربطين عشان يفضل هذه القوة رادعة رادعة لاي حد يخطر على باله انه يتجاوز الخطوط اللي هو يخلل الشعب يباد لا اهلنا في فلسطين ما حدش يقدر يبيده ولا حد يقدر يميع قيدهم ولا حد يقدر ينهي قضيتهم بان هو يخرجهم من ارضهم هيفضروا في ارضهم وهنيفضر نسعدهم وده وتمعناه ايه ان احنا بنقوم بدورنا بما نستطيع ان نقوم به لكن هي مش عركة هي مش عركة دي شعوب لازم تعيش وتعيش فيها تنمية وتعيش فيها حياة فده كله لازم نرعيه لازم نكون وعيين لكل تفاصيل ان المسألة مش النهاردة المسألة حياة فاحنا لازم نفكر بان احنا بنفكر في حياتهم مش بنفكر في ايه في لحظة ليهم لا بنفكر في حياة مستمرة يحصل فيها تنمية لهذا الشعب تعالوا نفكر ازاي ننمي حياة اخوانا في فلسطين وهذا هو المعنى الاساسي الذي نستطيع ان نساعدهم فيه ترجمة نانسي قنقر